سؤال آخر يطرحه جماهير النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية أليو ديانج هيلعب بكرة ولا لأ؟ هقولك الوضع بالنسبة لأليو ديانج تعرفين أن أليو ديانج كان تم إيقافه 6 أشهر بسبب مستحقات منه لوكيل لعبين لم يسددها فتم إيقافه 6 أشهر النادي الأهلي مع أليو ديانج سددوا الرقم خلاص سددوا الفلوز دي اللي هي من 250 ألف دلار تقريبا سددوها والأمور خلصت بالنسبة للفلوس بس اتحاد الكورة لم يصلوا من الاتحاد الدولي ما يفيد رفع الإقاف عن أليو ديانج حتى هذه اللحظة اللي بكلمك فيها يعني حتى هذه اللحظة لم يرفع الإقاف عن أليو ديانج أليو ديانج في معسكر الأهلي لمباراة الزمالك وتم إبلاغ مارسل كولر أنه ممكن في أي لحظة يوصل رد من الاتحاد الدولي برفع الإقاف عن أليو ديانج وبالتالي يلعب مباراة غد عادي عشان كده بقولك إيه حتى الآن في هذه اللحظة اللي بكلمك فيها أليو ديانج ما ينفعش يلعب بكرة ممكن بعد ساعة بعد ساعتين الصبح قبل المباراة بساعة الاتحاد الدولي يبعت أنه تم رفع الإقاف عن أليو ديانج فأليو ديانج يشارك في المباراة بس أنا بقولك الوضع وإحنا بنتكلم دلوقتي ده أليو ديانج ودي حكاية أليو ديانج ترجمة نانسي قنقر